هذا نقلته لكم بصورة إجمالية ولكن الذهبي في أجزاء أخرى يفصل ويشرح أحوالهم وهذا غيث من فيض ولأنقل لكم من الجزر الرابع صفحة 386 مسير أعلام النبلاء ما يقول بحق الإمام الرابع علي بن الحسين زين العابدين المكنى بالسجاد في ترجمته برقم 157 وأقتبس لكم هو السيد الإمام زين العابدين السيد العلوي ويستمر في صفحة 387 وينقل عن ابن سعد في طبقاته ويقول وكان علي بن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا ويستمر وينقل الزهري قال ما رأيت قراشيا أفضل من علي بن الحسين كما جاء عن ابن عساكر والزهري هو أبو بكر بن شهاب من التابعين ويعتبر عند أهل السنة والجماعة إمام المحدثين ومثل هذا الشخص حينما يقول عن الإمام زين العابدين وهو الإمام الرابع بأنه أي الزهري لم يرى في قريش أفضل منه هذه شهادة من الإمام المحدثين بأن الإمام زين العابدين يستحق الخلافة في زمانه وأيضا ينقل الذهبي عن الزهري في صفحة 389 وأقتبس لكم ما كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين وما رأيت أحدا أفقه منه وأيضا قال لم أدرك من أهل البيت أفضل من علي بن الحسين ويستمر الذهبي في بحثه في صفحات كثيرة عن فضائل الإمام عليه السلام وخصوصا في صفحة 398 يقول الذهبي وأقتبس لكم وكان له جلال عجيبة وحق له والله ذلك فقد كان أهلا للإمام العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله وينقل الذهبي قصيدة الشاعر الفرزق حين رد بها على الملك الأموي هشام بن عبد الملك حينما جاء إلى الحج وأراد أن يصل إلى الحجر الأسود ولكن جموع الحجيج كبيرة فلم يلتفت أحد إلى هشام وهو في وقته خليفة المسلمين ولكن في نفس الوقت جاء الإمام علي بن حسين زين العابدين لاستلام الحجر الأسود فترى الناس انفرجوا وتفرقوا إجلالا له ليصل إلى الحجر الأسود فلما رأى هشام بن عبد الملك هذا الفعل من الناس انزعجه وقال من هذا وكأنه لا يعرفه يريد أن يستصغره فأنشأ الفرزق يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم وهي طويلة فأمر هشام بحبس الفرزق انتهى الاقتباس وهذا هو ديدن الطواغيت من حكام المسلمين وكتاب آخر وهو كما معروض أمامكم تهذيب الأسماء واللغات للإمام العلام الفقيه الحافظ أبي زكريا محيد دين ابن شرف النووي الجزء الأول من القسم الأول صفحة 343 الترجمة رقم 427 يقول النووي وأقتبس لكم وأجمع على جلالتي في كل شيء انتهى الاقتباس هل تلاحظون بأن الكثير من الأشخاص الذين رووا الحديث عن زين العابدين أجمعوا على جلالته في كل شيء هذا ما يقوله النووي وهو أبرز فقهاء الشافعية وكتاب آخر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني حققه أبو الأشبال الباكستاني دار العاصمة صفحة 693 الترجمة 4749 وأقتبس لكم زين العابدين ذو الثفنات يعني اللحم السميك في مواضع السجود لكثرة عبادته وسجوده لله تعالى يقول ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور قال ابن عيينة عن الزهري ما رأيت قراشيا أفضل منه وإلى هنا أكتفي بالمصادر ولا أستطيع أن آتي إليكم بكل مصادر أهل السنة وكيف يصفون الإمام السجاد بشهادات تحير العقول وخلي بالكم بأن هذه الشهادات بحق هذا الإمام عليه السلام كلها في العصر الأموي أي بعد شهادة أبيه الإمام الحسين في واقعة كربلا وعلى يد حكام بني أمية فهل كان الإمام السجاد أو ابنه الباقر أو حفيده الصادق هل كانوا يستطيعون أن ينشروا علمهم وفضلهم وتقواهم وإلى آخرين من فضائلهم ولكن شاء الله ذلك أن تنتشر أخبارهم وفضائلهم وأن تعلوا على غيرهم وهم تحت الحصار والتضييق فكيف لو كانوا أحرارا لضاقة الأسماع بعلومهم ومع ذلك وكما نقل النووي أجمع أهل العلم على جلالة الإمام زين العابدين علي بن الحسين في كل شيء فهل بعد هذا الحديث تريدون مني دليلا واضحا كوضوح الشمس على خلافتهم وتوارثهم لعلم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله والذي علمه مستمد من علم الله وإلا ماذا يعني عندكم أجمع على جلالته في كل شيء خلينا أنتقل إلى الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر ولنرى ماذا قالوا عنه ولماذا لقب بهذا اللقب أمامكم كتاب الوافي بالوفيات للصفة دي صفحة 76 الجزء الرابع الترجمة رقم 1585 وكما معروض أمامكم وتلاحظون بالهامش بأن الترجمة منقولة من أمهات كتبكم مثل بخاري التاريخ الكبير والجرح والتعديل لابن حاتم الرازي والثقات لابن حبان وحلية الأولياء لأبي نعيم وتهذيب الكمال للمزي وغيرهم يقول الصفة دي واقتبس لكم أبو جعفر الباقر سيد بني هاشم في وقته وكان أحد من جمع العلم والفقه والديانة والسؤدد وكان يصلح للخلافة وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد الرافض عصمتهم وسمي الباقر لأنه بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه وهذا اعتراف واضح وصريح بعلم الإمام الباقر وهو الخامس وهذا يعني الاستمرارية وصفاته كما ذكره الصفدي وتعالوا معي إلى كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان دار صادر بيروت أجهزة الرابع صفحة 174 رقم الترجمة 560 محمد الباقر وأقتبس لكم الملقب بالباقر أحد الأئمة الاثنى عشر في اعتقاد الأماء الإمامية وهو والد جعفر الصادق كان الباقر عالما سيدا كبيرا وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع والتبقر التوسع وتعالوا معي إلى سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 401 رقم الترجمة 158 وأقتبس لكم أبو جعفر الباقر هو السيد الإمام أبو جعفر محمد ابن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدني وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ولقد كان أبو جعفر إماما وفي الجزء الثالث صفحة 119 وما بعدها في الترجمة رقم 60 ترجمة الإمام المنتظر قال الذهبي عن الإمام الباقر إمام يصلح للخلافة وأيضا لو أردت أن آتي لكم بعشرات المصادر الأخرى ولكن الوقت لا يسمح ولأنتقل إلى الإمام السادس جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين السجاد ابن الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين وإمامكم تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رقم الترجمة 950 وأقتبس لكم أبو عبد الله المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام وقال أبو حنيفة ما رأيت أفقه منه وقد دخلني له من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور ويقصد هنا أبو حنيفة إمام مذهب الأحناف بأن هيبة الإمام الصادق أعلى وأجل من هيبة الملك العباسي المنصور الدوانيقي طبعا الدوانيقي هو لقب لأبي جعفر المنصور الحاكم العباسي الدانق هو سلس الدرهم الفضي يعني شيء قليل جدا من المال في وقتنا الحاضر مثل الفلس بالعربي أو سنت واحد بالعملة الأوروبية والدوانيقي هو صفة للشخص الذي يحاسب على الفلس يعني باللهجة العراقية أبو فليس يعني بخيل جدا ولقد كان هذا الحاكم هم طاغية وهم بخيل ولذلك لقب بهذا اللقب ولأنقل لكم من كتاب آخر وهو الوافي بالوفيات الجزء 11 صفحة 98 رقم الترجمة 2850 وأقتبس لكم الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو المعروف بالصادق الإمام العلم المدني وحدث عنه أبو حنيفة وابن جريج وشعبة والسفيانان ومالك ووهيب وحاتم ابن إسماعيل وخلق غيرهم كثيرون وقال أبو حاتم ثقة لا يسأل عن مثله وقال أبو حنيفة ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد وكان يقول سلوني قبل أن تفقدوني فأنه لا يحدثكم بعدي بمثل حديثي ثم ينقل العسقلاني عن زهير بن محمد ويقول عن الإمام الصادق وله مناقب كثيرة وكان أهلا للخلافة قال لاحظتم إنه أهلا للخلافة وهذه اعترافات واضحة من الجميع وهل لاحظتم إن الإمام الصادق يقول مثل قول جده أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني ومن هنا يتبين لكل ذي بصيرة بأن علمهم متوارث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تعالى وهذا أيضا يدل على استمراريتهم وكل ذلك من كتبكم واعترافات أعلامكم وعلمائكم وعندكم أيضا سير علام النبلاء جز السادس صفحة 255 الترجمة 117 وأقتبس لكم وعن عمر بن أبي المقدام قال كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين وقد رأيته واقفا عند الجمرة يعني جمرة العقبة في الحج يقول سلوني سلوني وعن صالح بن أبي الأسود سمعت جعفر بن محمد يقول سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد من بعدي بمثل حديثي وأيضا ينقل عن أبي حنيفة حينما سئل من أفقه من رأيت قال ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد وهذا اعتراف واضح وصريح ولا لبس فيه من أحد أئمتكم ومن كتبكم بأعلمية الخلفاء من أهل البيت صلوات الله عليهم وفي الصفحة مئة وثمانية وخمسين من نفس الكتاب ينقل أبو حنيفة قصة كيف أن الحاكم المنصور الدوانيقي من حقده على الإمام أراد أن يحرج الإمام فاستدعى أبو حنيفة وقال له هيئ مسائلك الصعاب يقول أبو حنيفة فهيئت أربعين مسألة فدخلت على الحاكم ورأيت بأنه استدعى الإمام الصادق وأجلسه بجانبه فلما أبصرتهما دخلني لجعفر من الهيبة أكثر من المنصور ويكمل فيقول أبو حنيفة فكنت أسأل المسألة فيجيبنا الإمام الصادق فيقول أنتم تقولون فيها هكذا لأن أبو حنيفة كان في العراق وأهل المدينة يقولون هكذا ونحن نقول هكذا ويعطي الجواب إلى أن يقول أبو حنيفة أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس انتهي الاقتباس بما معناه أن الإمام يعلم حتى اختلاف الناس بالأجوبة وهذا والله علم ليس له مثيل ولأزيدكم علما حيث أنتم تجهلونه أنتم يا أهل السنة والجماعة تعيبون علينا السند بأنه يجب أن نرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وخصوصا عوامكم وكثير من وعاذ الصلاطين لديكم وتقولون لماذا تنقلون فقط عن الأئمة وليس عن الرسول والجواب على ذلك ومن كتبكم وهذا كتاب سير علام النبلاء أجهز السادس صفحة 262 وينقل الذهبي يقول مثلا عن هشام بن عباد سمعت جعفر بن محمد يقول الفقهاء مناء الرسل فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى الصلاطين فاتهموهم اللحظتم كانوا أعلامكم حين يصلون في السند إلى أي إمام من الأئمة الاثنى عشر يقفون عنده ويأخذونه كأنه صادر قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولأتيكم بمثال آخر في نفس الصفحة وأقتبس لكم حدثنا الطبراني حدثنا أحمد بن زيد بن الجريش حدثنا الرياشي حدثنا الأصمعي قال قال جعفر بن محمد الصادق الصلاة قربان كل تقي والحج جهاد كل ضعيف وزكاة البدن الصيام والداعي بلا عمل كرامي بلا وتر واستنزلوا الرزق بالصدقة إلى آخر الحديث وهو طويل جدا تقريبا صفحة كاملة اللحظتم كيف إن أعلامكم أيها السنة والجماعة حينما يصلون بالسند إلى الإمام يعتبرون خلاص إنه ينقل فقط عن آبائه وأجداده إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وهذا يدلنا على إنهم سلسلة الذهب وإن علمهم واحد وصدقهم واحد وهو علم جدهم علي بن أبي طالب الذي أخذهم من رسول الله والذي هو علم الله تعالى وتستطيعون الرجوع إلى كتبكم وسوف تتفاجأون بهذه الحقيقة العظمى ولا يغر أنكم وعاذ الصلاطين من المعاصرين والسابقين من فقهاء السوء الذين عاشوا ويعيشون على فتاة موائد الصلاطين وحتى لا أطل عليكم ولأذهب إلى الإمام والخليفة السابع الإمام موسى بن جعفر الكاظم المظلوم الشهيد المدفون في بغداد تعالوا معي إلى كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي أيضا الجزء 12 حوادث ووفيات السنة 181 إلى 190 من الهجرة تحقيق الدكتور عمر عبد السلام الناشر دار الكتاب العربي الطبع الأولى بيروت 1990 صفحة 417 الترجمة رقم 372 موسى الكاظم ويوجد في الهامش من تاريخ اليعقوبي وتاريخ الطبري ومروج الذهب والجرح والتعديل وغيرها من المصادر وهي كثيرة وكما ترون أمامكم يقول الذهبي وأقتبس لكم هو الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الحسني والد علي بن موسى الرضا وببغداد مشهد موسى والجواد قال أبو حاتم ثقة إمام وقال غيره حج الرشيد هذا الطاغي العباسي هاي من عندي فحمل معه موسى من المدينة إلى بغداد وحبسه إلى أن توفى وكان صالحا عالما عابدا متألها انتهى الاختباس السؤال إذا كانت هذه أوصافه إذن فلماذا حبسه إلى أن مات إذا عندكم عقول يا أهل السنة والجماعة وهذه كتبكم ألا تحاسبوا أنفسكم هذا هو الإمام وهذا نسبه وهو ابن رسول الله وهذه صفته إذن فلماذا حبسه هذا الطاغي اللارشيد الجواب بثما فعل أبوه المنصور فأن هؤلاء الحكام يعرفون حق المعرفة بأن هؤلاء الأئمة هم الخلفاء الحقيقيين الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد ضجت كتبكم بمواصفاتهم الكمالية وعلمهم المستمد من رسول الله الذي هو علم الله تعالى وأكمل لكم فضائح نتائج السقيفة وأقتبس لكم من الصفحة 418 قال عبد الرحمن بن صالح الأزدي زال الرشيد قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم يفتخر بذلك فتقدم موسى بن جعفر فقال السلام عليك يا أبه فتغير وجه الرشيد يعني انزعجه وقال هذا الفقر حقا يا أبه الحسن انتهى الاقتباس وأكمل لكم في نفس الصفحة يقول يحيى بن جعفر المدني كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده وكان سخيا وكان يصرر الصرار مئتي دينار وأكثر ويرسل بها فمن جاءته صرر استغنى انتهى الاقتباس يعني عطاءه إلى الفقراء فيه بركة ومعجزة بأن الذي يعطيه الإمام لا يحتاج إلى أحد بعد ذلك ثم يعلق الذهبي على ذلك ويقول وأقتبس لكم لعل الرشيد ما حبسه إلا لقولته تلك السلام عليك يا أبه فأن الخلفاء لا يحتملون مثل هذا انتهى الاقتباس وأنا أسأل الذهبي هل إن الذي قاله الإمام حق أم باطل الجواب هو الحق كله لأنه فعلا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كان كذلك فكيف خليفة المسلمين يحبس ابن نبيه لأنه سلم على أبيه ألا تخجلون هكذا خلفاء وتدعون بأنهم كان الإسلام عزيزا في زمانهم إذا كان ابن نبيهم لا يسلم على نفسه لأنه سلم على أبيه وهو نبيهم فكيف بالناس العاديين تحسن وترحل لهكذا خلفاء وأيضا كما نقلت لكم من سير علام النبلاء للذهبي الجزء 13 يقول الذهبي كان الإمام الكاظم كبير القدر جيد العلم أولى بالخلافة من هارون إذن الإمام السابع أيضا وباعتراف واضح وصريح من الذهبي ومن أعلامكم بأنه أولى بالخلافة من غيره وهو هارون اللارشيد في زمانه وأنا أعتقد بأنه هذا السبب اللي خلى هارون يحبس الإمام الكاظم وكتاب آخر شذارات الذهب في أخبار من ذهب أجلز الثاني صفحة 377 في منتصف الصفحة وكما معروض أمامكم وأقتبس لكم السيد الجليل أبو الحسن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ووالد علي بن موسى الرضا قال أبو حاتم ثقة إمام من أئمة المسلمين وقال غيره كان صالحا عابدا جوادا حليما كبير القدر أقدمه المهدي هو الحاكم بعد المنصور الدوانيقي وحبسه وبعد مدة من الزمن أطلقه ثم حبسه هارون اللارشيد في دولته ومات في حبسه انتهى الاقتباس ولأنتقل إلى الإمام الثامن علي بن موسى الرضا وكما تعرفون هو أشهر من نار على عالم سلام الله عليه حيث ولاه المامون ولاية العهد ولأنقل لكم أقوال علماءكم وباختصار شديد جدا ابن حجر الهيتمي الصواعق المحرقة جزء الثاني صفحة 122 كان أولاد موسى بن جعفر 37 ذكرا وأنثى منهم علي الرضا وهو أنبههم ذكرا وأجلهم قدرا السمهودي في كتابه جواهر العقدين جزء الثلاثة صفحة 353 علي الرضا بن موسى الكاظم كان أوحد زمانه جليل القدر ثالثا الذهبي سيارة علام النبلاء جزء التاسع وجزء خامس الإمام السيد أبو الحسن الرضا كان من أهل العلم والدين والسعدد بمكان وقد كان كبير الشأن أهلا للخلافة رابعا خير الدين الزركلي كتاب الأعلام جزء خمسة صفحة 26 علي بن موسى بن جعفر أبو الحسن الملقب بالرضا ثامن الأم عند الإمامية من أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم خامسا الشيخ عبد الله الشبراء والشافعي في كتابه جامع كرامات الأولياء جزء الثاني صفحة 312 علي الرضا كانت مناقبه علية وصفاته سنية وكراماته أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر أنت الاختباس والكثير الكثير من أعلام الجرح والتعديل لديكم وهذه كلها كتبكم وهكذا هو حال الأئمة الباقيين من العترة الطاهرة التي قرنهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن إذن من خلال البحث الذي قدمته لكم صار واضحا كوضوح الشمس ومن خلال اعترافات أعلام وعلماء الجرح والتعديل من أهل السنة بأن الأئمة والخلفاء الاثنى عشر وبالأسماء كيف هي صفاتهم وعلمهم مستمد من علم رسول الله وهو علم الله تعالى وسأكمل لكم الحلقة القادمة ما تبقى من الدليل العلمي العقلي الكامل والذي يسند إلى كل ما قلته وبنظرية الاحتمالات الرياضية العلمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة